وعلى العقس من أوروبا في نصف الكرة الجنوبي فقد توافد الآلاف من المواطنين التشيليين إلى بونتا إيريناس للغطس في المياه المتجمدة في مضيق ماجلان خلال سبلاش أوف ذا سترايت وهو حدث سنوي ضخم تم تعليقه خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب وباء كورونا ولم تمنع درجات الحرارة المنخفضة والتي بلغت دون الصفر في بونتا إيريناس إحدى المدن الوقعة في أقصى جنوبي البلاد وثلوج متراكمة حوالي خمسة ألاف شخص من السباحة في مياه المضيق والاحتفال بقدوم الشتاء والفكرة التي بدأت بشكل عفوي قبل خمسة عشر عاما تحولت إلى حدث وطني ودولي اشتركوا في القناة